بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثالث الاعدادي النهاردة ان شاء الله معنا حلقة مراجعة عن اسئلة الاختياري او جمل الاختياري طبعا الجمل الاختياري اللي معنا للفصل الدراسي الاول اللي هو الترم الاول عندنا بمين للصف الثالث الاعدادي نبدأ الحلقة ولكن قبل ما نبدأ لابد ايه نبدأ بالذكر اه سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم اه قبل ما نبدأ الاهم الكلمات اللي عندنا في المنهج طبعا اللي هي اهم الكلمات اللي عندنا في المنهج كده سريعة اللي هي البالغين اللي هم الكبار او الشباب ادفانشر بيت افطر مي ادفانشر يعني ايه مغامرة لابد لنكون عارفة الكلمة والميننج المعنى يعني كلمة ايه دي معناه ايه ادفانشر يعني مغامرة assistant بيت افطر مي assistant يعني مساعد او بائع assistant يعني مساعد او بائع اثلت اثلتس طبعا اثلتس اليمين رياضيين اثلتس رياضين اويرد 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 يعني وسام اويرد يعني وسام بالنس 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 يعني توازن بازار بزار 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 طبعا يعني سوق او البازار بلايند بلايند يعني اعمى بريز بريز يعني نسيم بريز اللي هو النسيم سيلبريت سيلبريت يعني يحتفل كومبيوتر بروغرامينج كومبيوتر بروغرامينج يعني برمجة الكمبيوتر اسمه تاني كومبيوتر بروغرامينج كومبيوتر بروغرامينج كونترول 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 يعني يتحكم كونترول يتحكم كاستيومز 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 أزياء اللي الملابس كاستيومز أزياء أو ملابس يعني يبحث عن كلمة في القموس أو ينظر لأعلى اللي هي الميداليا دواء غمود طبعا غمود اللي هو المجداف بتاع المركب اللي هو المجداف يعني متصل بالانترنت عكسها اللي هو خصم أو الدور يعني خارج المنزل اللي هو الموكب اللي هو جواز الصفر يعني شخصي يعني جسدي يعني كارت اللي هو الملعب طبعا ملعب بكرة التنس أو ياس كرافت اللي هي المهنة أو الحرفة داتا داتا اللي هي البيانات ديكوريت ديكوريت يعني زين ديكري ديكري اللي هي الدرجة ديكتف ديكتف اللي هو المحقق أو البوليس دايريكشنز دايريكشنز اتجاهات ايبوك ايبوك كتاب الكتروني انكوريج انكوريج يعني يشجع انكوريج يعني يشجع انتورتين انتورتين يعني يسلي أو يصطضيف انتورتين يسلي أو يصطضيف ايقويمينت ايقويمينت اللي هي المعدات مركز الشرطة يحفظ يعني لغز يتعرف على اللي هو الحكم يعني يمثل مقال نقدي سيل يبحر أو شراع سيلر اللي هو البحار سكور يعني بتسوي كلمة necessary يعني ضروري اللي هو الخبير للمهرجانات يعني ألعاب نارية وبيجي مع حرف القر on يعني يركز حر أو غير مشغول عكسها مين عكسها بيزي يعني عبقري دليل سياحي hand out hand out يناول أو يسلم أو يوزع hand out historical historical يعني تاريخي sit up sit up يعني يقيم shape shape يعني شكل sign language sign language يعني لغة الإشارة signs إشارات signs إشارات skill مهارة skill مهارة slightly slightly إلى حد ما smartphone smartphone يعني هاتف زكي snorkeling snorkeling اللي هو الغط software software يعني البرامج الكمبيوتر software so leisure so leisure indoor 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 عكس كلمة أو الدور يعني داخلي طبعا indoor داخلي أو indoor خارجي information center information center مركز معلومات intelligent intelligent يعني يعني زكي lantern lantern اللي هو الفانوس laptop اللي هو الكمبيوتر lawn mower lawn mower lawn mower اللي هي آلة قص طبعا lawn لوحدها بتسوي كلمة grass lawn لوحدها اللي هو grass mower اللي هو المنجل يبقى الال على بعضها اسمها lawn mower يعني آلة قص مين العش بيبقى lawn بتسوي grass ومرة mower اللي هو المنجل اللي بيقص العش فطبعا الكلمة على بعضها lawn mower اللي هي آلة قص مين العش technology technology اللي هي technology title title طبعا مقصود بها عنوان ولكن عنوان ايه عنوان الكتاب عنوان for example مقال ولكن عنوان البيت اسمه address traditionally يعني تقليدي tremble tremble يعني يرتعد بتشوشير yes checking yes trophy trophy اللي هو الكأس terrible terrible يعني مشكلة vacuum cleaner vacuum cleaner vacuum cleaner اللي هي المكنسة vacuum cleaner special special يعني خاص spectators spectators اللي هم المتفرجون او المتفرجين steam ships steam ships steam ships اللي هي السفن البخارية جاي من كلمة steam يعني البخار وشبس اللي هي السفن فالكلمة على بعضها steam ships اللي هي السفن ايه بخارية some يعني مسألة حسابية system نظام take up يتعلم take up يتعلم voice صوت الانسان voice صوت مين صوت الانسان انما صوت الاشياء ايه sound vulcanus vulcanus اللي هي البركين weak ضعيف wifi اللي هي وصلة الواي فاي when serving when serving الوركوب الامواج work out work out work out يعني يحل او يتدرب youth hostel youth hostel youth hostel يعني نزل او بيت الشباب youth hostel repeat after me youth youth hostel طبعا youth hostel اللي هي بيت شباب ناخد اول مجموعة معنا طبعا بدأنا بمجموعة كتاب البركتس او الوركبوك الوركبوك عندنا في عندنا six practice testes فهناخد متاعهم بالتدريب طبعا number one معنا choose the correct answer from a b c r d number one when الشم النسيم space in egypt when الشم النسيم celebrated in egypt اللي اخترنا كلمة celebrated البارب عندنا ده اللي هو p b اللي هو pass التصريف التالت لاني طبعا امتى يحتفل بشم النسيم طبعا هو شم النسيم مش هيحتفل بنفسه الناس البيبل هيحمله ايه يحتفلوا بو طبعا الجملة عندنا passive عشان جبنا is والتصريف من التالت يبقى مين لان لام مور لام 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 ف طبعا انا عند كلمة pages countable nouns يعني اسم معدود يبقى انا بحصل المقارنة بتاعتي بام fewer او ايه او مور طبعا fewer لكن لو عنده مور ممكن استخدمها ولكن مش هيجيب للاتنين في جملة واحدة الا حسب المين بتاع الجملة يبقى انا عندي استخدمنا fewer لان عند pages countable nouns وان الcountable nouns بيجي معاه مين بيجي معاه مور او fewer مع than اما لو اسم غير معدود بيجي معاه less او او مور برضو طبعا الجملة اللي جاية بتعتمد على المين الاتنين الصح في البرنانسياشن النط طبعا لو جينا بص less more must طبعا ليه عندنا لان عندنا الناس بتشرب مية اكتر في الهات وزر طبعا ممكن للصح لان الاسم عندنا water كلمة water اللي هو الماء طبعا uncountable يعني اسم غير معدود بيقبل مع كلمة than لمور زل او less الاتنين صح لان الاسم غير معدود بيجي معه more او less طبعا اختر هنا مين هختر مور لان الناس بتشرب اكتر اللي هي مور لكن لس اقل بتشرب اكتر في فصل مين الصيف او في the weather it isn't too hot on the beach because there is a nice breeze لان there is a nice breeze اول نبرز قبل كده يعني النسيم number five the restaurant in the guidebook was a very good space recommendation يعني recommendation يعني هنا توصية او ترشيح يبا the restaurant in the guidebook was a very good recommendation يعني توصية كويسة I don't know how to get to your house can you give me directions directions ليا مين لت قد I don't know انا ما عرفش how to get to your house and zay au sal لبي can you give me directions on the practice number two مع number one sentence number one it's cold and windy today it's cold and windy today when you go outside you space a coat when you go outside it go cold and windy عاصف طبعا لو انت خرقت لابد ان او ياجب ان ايه should wear should wear يعني يجب ان انت ترتدي او ينبغي ان انت ايه ترتدي يبقى you should wear space students in our school have visited england طبعا ان الاسم المعدود بيسبق باي ال countable noun mini او few mini او few ويدراجات المقارنة منهم برضو طبعا لو جينا نبص طبعا جملة مش فيها مقارنة ولا حاجة ولكن هنا بولينا من space students in our school have visited england طبعا فيه يعني اقل قليل نسبة ليلة من ال students الطلبة every day طبعا من كلمات present symbol والمضارع البسيط طب هنا museum المتحف يظهر طبعا المتحف هنا مبنية للمجهول لانه مش هيزور نفسه حد هيزوره فعشان الجملة مضارع بسيط المضارع البسيط بتبني المجهول بايه is or are plus bb بتحط object اللي هو المفعول وبعدين is or are plus bb طب الميوزيام ياخد الميوزيام is وبعدين التصريف الثالث من visited لانه جملة مبنية للمجهول في present symbol طبعا يوث hostel هنا يعني بيت الشباب salt salt يعني بيحفظ الملح طبعا بيحفظ أو بيحفظ السمك والأطعم الأخرى number six number six the teacher asked us to write a space of our visit to the museum the teacher asked us to write a description a description يعني description جاي من من الفربي describe يعني يصف description اليو ومين الوصف يبا the teacher asked us to write a description of our visit to the museum number three choice number three لو أبراكتس to a I gave space the message I gave space the message طبعا هنا الاسم اللي هو الفعل اللي هو الفعل intrancitive verbis الفعل اللازم و trancitive الفعل المتعدي طب لو جينا نبص معانا الفعل المتعدي يعرفنا ان هو بيجي وراه مين بيجي وراه عاقل غير عاقل عاقل غير عاقل طب لو أنا جبت غير العاقل الاول اللي بنسميه اللي هو direct object قبل indirect object اللي هو المفعول العاقل اللي هو بدي ان نحط مين حرف لامة تو او فور فأنا هنا طبعا أنا عندي الفراغ وبعدين جي وراه اللي هو direct object او المفعول غير العاقل يبقى انا محتاجة جيب مين المفعول العاقل يبقى احنا اتفاعل الفعل المتعدي فعل او فاعل والفعل المتعدي وراه عاقل او ضمير اسم شخص او ضمير وبعدين المين المفعول غير العاقل مباشرة من غير ما حط حرف جرب عشان كده اختار مين I gave my sister I gave my sister the message I gave my sister the message طب لو انا حبيت ابدأ بكلمة the message قبل my sister اقول اي I gave the message to my sister بس انا قابلي ترتيب مين ترتيب العاقل الاول number two there is a lot of traffic today there is a lot of traffic today we we space might be late we might be late we might be late طبعا في traffic كتير ربما نحن طبعا احتمال I don't know or I don't think so ولكن or perhaps or maybe ربما فطبعا هنا احتمالية حدوث الفعل ليمين might plus infinitive there is a lot of traffic today we might be late we might be late the mass the mass homework the mass homework was very difficult where you space do it were you able to طبعا where or was able to where or was able to بتعبر عن القدرة in the past بتسوي كدبل as mean infinitive مباشرة it's space to take your passport when you go to another country it's essential it's essential to take your passport it's essential essential يعني بتسوي it's necessary ضروري علا is always space she will do very well in her exams she will do يعني هتعمل أو هتأدي كويس في الامتحنات يباش علا is always hard working hard working يعني hard working hard working اللي هي مكتهدة ياس لكن work hard اللي هي يعمل بجد ياس علا is always hard working this is anawin علا is always hard working يعني مكتهدة طبعا اجكت بتصفها علا is always hard working she will do very well in her exams there are eight planets 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 يعني كواكب there are eight planets that go around the sun planets اللي هي نجي لي number four choice number four space طبعا اللي هو practice to be space you speak english when you were six space you speak طبعا لو قال لنا واري أو was عايزة able to فطبعا جاب لنا infinitive فقط يبقى عايزين mean could could you speak english when you were six number two a man sent me animal a man sent me animal طبعا زي ما احنا قلنا من قبل كده المين المفعول الفعل المتعدي عايز مفعول العاقل وبعدين غير العاقل فطبعا مش محتاجة حرف الجر هنا a man sent me animal where a coat where a coat ارتدي المعطف it is space rain today it might yes it might rain today طبعا قلنا where a coat ارتدي المعطف ربما ان هي ايه تمطر يبقى where a coat it might rain today use the vacuum cleaner to clean the kitchen floor vacuum cleaner vacuum اللي يمين اللي المكنسة الكهربية yes use the use the vacuum cleaner to clean the kitchen floor use the vacuum cleaner to clean the kitchen floor i'd like to invite you to my house this saturday i'd like to invite you to invite يعني يعني يدعو انا اود ان انا ادعيك يبقى and i'd like to invite you خلو بلنا من invite لتر دي وانفنت لتر اي انفنت يعني يخترع انما invite انفنت يعني يدعو the man has a very loud voice voice طبعا اتفعنا الناس لو صوت الانسان i can hear him from across the road i can hear him from across 5 اللي هو practice 3a practice or test or test practice 3a show the correct answer from a, b, c, or d space space blind means that you can't see space blind means that you cannot see طبعا being blind طبعا الverb plus ing هنا بدين مين بديني نون بيصبح نون او اسم للجملة being blind means that you cannot see my neighbor اللي هو gary space is a teacher طبعا احنا اتفعنا انه ضمائر الوصل ابص على الكلمة اللي قبلها طبعا انا عندي my neighbor ضعاقل يبقى مين يبقى who يبقى my neighbor who is a teacher sometimes he helps me what did you space do before you came to school this morning what did you have to do طبعا have to or بتسوي has to بتسوي must بتسوي it's necessary في ال present ولكن عندنا في الباست had to plus inventive بتسوي it was necessary to طبعا الصيغة الكوستشن منها did you have to did you have to طبعا كلمة have دايما بتيجي فيه صياغ النفي سواء في ال present سواء في الباست حتى في عندنا ان شاء الله في الفيوتشور كل صيغ أو كل الصيغ النفي والسؤال بيكون معنا مين بيكون معنا have to سواء السنتنس الجملة بتعبر براعي براعي in the present or in the past or in the future دايما دايما معنا have to في negative في النفي وفي الكوستشن فدا سؤال طبعا وعين مغمضة على طولة بأي have to who is your opponent in the tennis competition opponent يعني opponent اللي هو الخصم بقوله من خصمك في المصابقة يبقى who is your opponent in the tennis competition حسن 's father said that the car was difficult to control because it was raining حسن 's father said that the car was difficult to control because it was raining control يعني يتحكم طبعا بقول حسن's father said that the car was difficult to control because it was raining صعب النوع يتحكم فيها because it was raining the teacher asked me to space the box to the class the teacher asked me to hand out طبعا hand out معنى يسلم أو يوزع يسلم أو اي أو يوزع the teacher asked me طلب من the last one آخر choice معنا من practice the museum space is near our school is always busy in the afternoon the museum which بالرغم ان الميوزين place مكان ولكن متفقين قبل كده ان كلمة where لا تسبق ها واحنا بنراجع الجرامر او في حلقة الجرامر طبعا احنا حلقة الجرامر ممكن نراجع حلقة الجرامر هنشوف ان كلمة where لا تسبق بحرف جر ولا تتبع بفعل مجرد ما شفت مكان عندي في الجملة وشفت جاي وراه فعل فوعينه مغمضة على طول هتبقى which من غير حتى مرجع الجملة الاصلة واعرف ان كانت where ولا which ليه لان where لا تسبق بحرف جر ولا تتبع بفعل انا عندي فعل يبقى على طول which لان which بتحل محل مين لان which بتحل محل فاعل او مفعول فطبعا في sentence حلت محل محل فاعل الجملة اصبحت الجملة the museum which is near is based television for a long time isn't good for you watching طبعا اتفاني ان الverb بلس i n g بيصبح ناون او اسم المين للجملة فهنا موقعه هنا في الجملة subject yes he must wash his hands before he eats he must wash he must wash يجب انه هلنها طبعا دي ضرورة ايه ضرورة شخصية he must wash his hands before he eats يجب انه يغسل ايدو قبل مين قبلك طبعا ما قلناش have to لان have to بتجي مع i we they you مع i we they you لكن مصد بتجي مع جميع ضمائر الفاعل لكن has بتجي مع he وshe وit he او she او it you become space when you are 18 years old you become an adult an adult يعني يعني بالغ you become you become an adult when you are 18 years old adult قلنا بالغ the tourists didn't speak arabic but will communicated in english but well communicated in english طبعا communicated يعني يتواصل مع you need strong muscles to be good at most sports you need strong muscles muscles اللي هي العضلات you need strong muscles to be good at sports طبعا muscles قلنا اللي هي العضلات نيجي بقى على التشويس اللي معانا ده من جمل كتاب student book معانا وطبعا دورت في اسئلة كتاب من student book مش البركتس فقط ولكن في اسئلة كتاب المدرسة اللي هو student book not work book an assistant طبعا البائع أو المساعد person شخص بيساعد في المحل أو في ticket office في مكتب التذاكر اللي هو البائع أو المساعد if you don't know how to find a building you can ask for directions if you don't know how to find a building لو مش عارف ازاي توصل أو تجد المبنى you can ask for directions you can ask for directions مني توريستس use a space to learn about a city's history and places to visit مني توريستس use a guide book مني توريستس use a guide book يعني guide book يعني كتاب الإرشاد أو بيرشد الشخص مني توريستس use a guide book اللي هو كتاب المرشد السياحي to learn about a city's history and places to visit number four you need a passport when you visit another country you need a passport طبعا passport اللي هو جواز السفر لأود نحن محتاجين when you visit لما تكون عايز تزور another country دولة أخرى the restaurant the restaurant that your cousin told us about was a very good recommendation the restaurant that your cousin told us about was a very good recommendation يعني توصية أو ترشية we loved if something is essential it's very important if something is essential it's very important يعني مهمة جدا the scientists have developed a new medicine to help fight heart disease the scientists have developed يعني تووروا a new medicine to help fight لمحاربة heart disease مرض القلب Alice's cousin is studying engineering at university Alice's cousin is studying engineering طبعا engineering اللي هي مين اللي هي الهندسة يبقى Alice's cousin is studying engineering at university طبعا الهندسة اسمها engineering the students studied a space which showed the number of tourists who visited Cairo in different month the students studied a graph a graph اللي هو الرسم البياني the students studied a graph طبعا بدرسوا الرسم البياني which showed the number of tourists who visited Cairo in different month في الشهور مختلفة طبعا معنا برضو sentence كتاب المدرسة which of the following is the opposite of outside قلنا outside عكسي inside inside يعني بالخارج أو outside عكسي inside بالداخل which of the following is a place where you play tennis or basketball which of the following is a place where you play tennis or basketball طبعا card اللي هو منعب لكرة التنس أو basketball card which of the following can you use to hold up a tent hold up a tent يعني يقيم الخيمة طبعا الخيمة تقوم على أعمدة فالأعمدة يعني balls ممكن بيسموها حتى واتد أو عمود أو أو pole اللي هو العمود أو الواتد which of the following can you use to measure weight measure weight يعني يزن بنزن به الوزن طبعا أو نقيص الوزن الوزن عندنا بيقاس بالجرام أو الكيلو جرام فطبعا من اللي عندنا جرام طبعا من فشو الكيلو متر ولا ناط والسانت لأ طبعا اللي هو الجرام which of the following do you need to do to win a sports game which of the following do you need حاجة محتاجة to do to win عشان تفوز بلعبة أو بلعبة رياضية طبعا من الverb سكور هيحرز طبعا فهنا سكور يحرز يبقى هنا هيفوز يبقى سكور برضو معنا تو من كتاب المدرسة stay at the north hotel it's newer than the yoss hostel furthermore it's less expensive furthermore طبعا علاوة على ذلك بنضيف معلومة على معلومة ايه اخرى لكن however طبعا تناقض may is a better time to visit england than august although the wizard is color the weather is color there aren't as many tourists وما بيش فيه سياح كتار فطبعا الظهنة بعناها بالرغم من للتنقل لكن in addition طبعا بالضيف basketball is a popular sport basketball is a popular sport طبعا رياضة مش محبوبة however i prefer tenniss يعني البسكتبول ده رياضة محبوبة ومعروفة ولكن انا بفضل التنس طبعا however يعني ايه ومع ذلك علي is very good at tenniss علي is very good at tenniss in addition he is a fast runner he is a very fast runner يبقى هنا بيضيف معلومة على معلومة in addition يعني بالاضافة reams family enjoyed their holiday in nubia and they went to to space again next year and they went and they want to go back they want to go back يعني يعودوا مرة أخرى go back يعني يعود مرة أخرى يبقى reams family enjoyed their holiday in nubia and they want to go back again next year the teacher is based information about the concert the teacher handed out قلنا handed out يعني يعني يوزع أو يسلم information للمعلومات about the concert عن الحفل the school was 40 years ago the school was set up طبعا set up هنا معناه معناته assisted فطبعا الجملة passive في الماضي وطبعا was set up والفعل set set three verbs أو three forms of the verb سواء تصرف أول ثاني ثالث اللي هو the same shape of the verb اللي هو set number four أحمد يجول play the violin in a space on Tuesday in an orchestra on Tuesday يبقى أحمد يجول play the violin in an orchestra 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 يمين للأركستر on Tuesdays في أيام سلسة that girl is deaf so she can't hear you that girl is deaf deaf يعني يعني أصن so she cannot hear you she cannot hear you يعني ما تقدر شي تسمع طبعا أسئلة متنوعة عن المنهج I enjoy playing tennis on TV طبعا نحن انتهينا من أسئلة كتاب student book الwork book الوقت معنا مجموعة متفرقة من المنهج I enjoy playing tennis on TV space I never play however I never play it however معناها بالرأة yes معناها مهما يكن I enjoy playing tennis on TV أنا بستمتع بلعبة التنس however I never play ومع ذلك I never play it ومع ذلك ان انا مبلعب هاش فطبعا هنا الجملة بتعبر عن التناقض طبعا work اللي هو مين detective يبقى detective help the police in his work work اللي هو في العمل بتاعه يبقى detective many people like to freeze it to preserve it يعني بيجمدو معناه to preserve it يعني يحفظو you can find space in the computer you can find software software اللي هو parameter computer in in خد بنا من حرف green لو قالنا on ممكن بستعرض شيء على computer لكن حاجة موجودة في داخل computer طبعا اللي هو من software اللي هو parameter المثبتة على computer computer عشان كده حتى استخدمنا حرف in وليس on لأن حاجة مسبتة في الجهاز فهي in the computer طبعا some do 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 spectators عشرين ألف متفرج لمباراة قرات القدم لكن ينفع نور players لعبين عشرين ألف لاعب فكرة في المباراة طبعا لا trainers ومتدربين طبعا برضو لا teams اللي هو فرق طبعا هي مباراة فإنفعش نقول عشرين ألف ولكن نقول عشرين ألف متفرج يعني يعني يعد أنشطة أنشطة كثيرة أنشطة أنشطة كثيرة طبعا البيانات معلومات أو حقائق أس بيس is someone who is very intelligent طبعا genius genius يعني يعني عبقري ولينا عبر عن شخص is very intelligent يعني ذكي جدا in hospitals robots can entertain children in hospitals في المستشفيات robots robots can entertain children بتأي بتسلي الأطفال robots robots can entertain the orchestra of blinds girl can read music in 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 بردو معنا languages in english in arabic and so on the orchestras of blind girls can read music in braille a space is a person who works a space is a person who works to protect the country a soldier a soldier a soldier is a person who works to protect the country a soldier اللي هو الجندي شخص who works to protect يحمي الكانتري الدولة number three أحمد was clever أحمد مكتهد he could solve the problems could solve the problem من فحش نقول دو دعينه دوبت جمامين مع صم يبقى he could solve the problems عبدالله is genius at math عملة بالضبط زي good at or bad at genius at جيب عبدالله is good at math don't watch too much television don't watch too much television لأنه مقلناش مني لأنه طبعا television هنا ما تتفرجش ع التلفزيون كتير فطبعا هنا uncountable أو تحسب uncountable too much television يعني ما تتفرجش على التلفزيون كتير you shouldn't you shouldn't go outside it's raining you shouldn't go outside it's rain go outside يعني تخرج it's rain لأنها بتمطر you shouldn't go outside what is best papirious first used for long ago يبقى أجيل الجملة معنا what was papirious first used for long ago what was papirious طبعا papirious اللي هو ورق البردي طبعا اسم غير معدود فبيجي معها ايه ووز طب ممكن يجي معها وز أو از طب انت اللي اخترنا اوز مقولنش is لأنه طبعا اجو في الباست الماضي يبقى what was papirious first used for long ago i love space about different countries i love learning i love learning يعني انا بحب التعلم about different countries عن الدول المختلفة we went we went to the supermarket we we went to the supermarket we bought some food from for the picnic طبعا هو هنا اللي معمولة تحتها خطة هي خطأ اصلا الصحة عندها تبقى مين where تبلقوا لنا where وما قلناش which او that طبعا لو جينا نرجع الجملة الاصلها we bought some food for the picnic مفروض from the supermarket انا قلت from فطبعا بدل نطق حرف الجر في السنتنس فاقول ايه where لكن ممكن اقول we bought it we bought the supermarket بس طبعا انا موضيش هشتري السوبر ماركت انا هشتري طعام من السوبر ماركت فطبعا اصل الجملة عشان اختار بين where او which لابد ان انا رجع الجملة الاصلها فلو جيت ارجع الجملة الاصلها we went to the supermarket space حط فلو سطب نقطة وابدأ الجملة التانية we bought some food for the picnic from the supermarket او from it فطبعا في حرف جر يبقى انا استبدلت او حط من where يبقى we went to the supermarket where we bought some food for the picnic my car space yesterday my car was repaired yesterday my car was repaired طبعا هنا اصلحت بالامس my car was repaired طبعا السيارة مش هتصلح نفسها فطبعا في حد صلحها فاصلحت امس طبعا هنا الجملة مبنية للمجهولة اللي هو الpassive هجيب وضع aware لان الجملة عندي yesterday past وبعدين التصريف من التانية اللي هو past participle يبقى my car was repaired yesterday please read me the latest news please read me please read me read me طبعا احنا قلنا بالنسبة للفعل الفعل المتعدي طبعا الترانستف المتعدي بنحط عاقل غير عاقل عاقل غير عاقل فالعاقل عندي هنا مين me وبعدين غير العاقل the latest news يبقى we يبقى please read me the latest news this is the company which we work in تابليه مفروض لو انا جيت ورجع الجملة لاصلها this is the company we work in it in it طبعا انا حزفت it فقط يبقى انا حطت مكانها which لكن لو قال لي this is the company space we work هقول ايه where we work فطبعا هنا انا عندي we work we work in في حرف جار يبقى مفروض الجملة قول ايه which ممكن انطقى بطريقة ثالثة برضو this is the company in which we work in which we work وممكن نفس الجملة this is the company where we work where we work وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اتمنى الحلقة تكون مفيدة واتمنى التوفيق للجميع والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العليل العظيم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم استوضعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى التوفيق للجميع اشتركوا في القناة